السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونحن نتحدث عن بنجر السكر نعرض لهذه الصور ونؤكد أن بنجر السكر محصول اقتصادي واستراتيجي مهم جدا لإنتاج السكر والبنجر يتبع العائلة الرمرامية وهي فصيلة تشتمل على السبانخ والسلق وكما نشاهد البنجر نبات جزري درني يزرع نبات البنجر للحصول على الجزور جزور البنجر كما نشاهدها مخروطية الشكل بيضاء اللون وعموما يحتوي جزر البنجر على 75% ماء 20% مواد صلبة 20% المواد الصلبة تنقسم إلى 16% سكرز 4% مواد غير سكرية عبارة عن مواد نيترو جونية وأملح معدنية يتبقى 5% هذه ألياف والتي تستخدم في إنتاج العلف التقاوي يحتاج الفدان 4 كيلو جرام من تقاوي البنجر في الزراعة اليدوية أما في الزراعة الآلية فيحتاج الفدان إلى 1.5 كيلو جرام من تقاوي البنجر الزراعة تتم الزراعة بوعدة 3 إلى 4 بزور في الجورة ويجب أن يزيد عمق البزرة عن 1 إلى 3 سنطي فقط يجب أن تقل المسافة بين الجورة عن 20 سنطي حتى نعطي مساحة للنمو عمليات الخدمة لنباتات بنجر السكر الخف يتم الخف بعد 30 إلى 50 يوم من الزراعة بأن نترك بادرة واحدة ويتم إزالة باقي البادرات يلاحظ أن بنجر السكر شرح جدا لعنصر البورون لذا يضاف البورون في صورة أسمدة ورقية وعموما يتم التوصية بالتبكير في الزراعة يتم التوصية بالتبكير في الزراعة وذلك ابتداء من منتصف سبتمبر حتى نص نوفمبر بنجر السكر من المحاصيل عالية الاستجابة لزيادة الانتاجية ولكن يشترت اتباع التطبيقات والعمليات الزراعية المناسبة وفي حالة اتباع التطبيقات والعمليات الزراعية المناسبة يمكن أن يعطي الفدان 30 طن وأكثر وعموما متوسط انتاج الفدان ان شاء الله 20 طن وعلى المزارع أن يراعي توريد المحصول عقب الحصاد مباشرة حتى لا تقل نسبة السكر في الدرانات يتم استيراد تقاوي بنجر السكر من دول الاتحاد الأوروبي والمغر وأهم أصناف بنجر السكر رأس بولي من السويد اتشيب بولي وان من السويد أسكار بولي من الدنمارك وتتم زراعة البذور على خطوط حيث تتم في السلسل العلوي من الريشة البحرية ملحوظة بنجر السكر يحتاج إلى الخدمة الجيدة لذا يجب الاهتمام بعملية عزيق الأرض المنزارعة بنجر سكر فكلما تم إجراء العزيق بكفاءة عالية زاد المحصول بنسبة 20 إلى 25% ويحتاج المحصول إلى 3 عزقات العزق الأولى تسمى خربشة والعزق الأولى هذه أو الخربشة لسد الشقوق حول البادرات الصغيرة للبنجر السكر لحمايتها وكذلك لإزالة الحشائش النابت العزق التانية تتم قبل إجراء الخف وفيها يتم إزالة الحشائش مع خلخلة التربة حول الجور للمحافظة على البادرات عند الخف أما العزق الثالثة تتم قبل تشابك نباتات البنجر ويتم ذلك عن طريق خرط جزء من الريشة البطالة إلى الريشة العمالة وذلك حتى تصبح النباتات وسط الخط والاهتمام بالعزق السلسة هذه تأكيداً يؤدي إلى توفير مهد جيد للدرانات يساعد على زيادة معدل النمو معدل نمو الدرانات وبالتالي زيادة تكوين السكر في الدرانات وبالطبع بنجر السكر يحتاج إلى المقررات السمادية المعروفة سماد أزوتي 60 إلى 80 كيلو جرام سماد أزوتي للفدان سماد فوسفاتي 100 إلى 200 كيلو جرام للفدان سماد بوتاسي 50 كيلو جرام للفدان من المعروف أن البنجر أو بنجر السكر أصبح الآن من المحاصيل الهمة في إنتاج السكر عندنا من المحاصيل إنتاج السكر صيفي قصب السكر شتاء البنجر والبنجر بنأخذ منه السكر والمتبقيات أو التفل أو جميع المتبقيات يتم عمل منها علف للحيوانات ونكرر مرة أخرى جزر بنجر السكر جزر بنجر السكر يحتوي على 75% ماء 20% مواد صلبة 5% اليافة التي تستخدم في إنتاج العلف نحن نعود مرة أخرى يبقى 75% ماء 20% مواد صلبة منها المواد الصلبة هذه منها 16% سكروز 4% مواد غير سكرية عبارة عن مواد نيتروجينية وأملح معدنية هذا هو حق لبنجر السكر فإن حركة 54% موت جميع التطول 33% م انتظر هو منزر على خطوط كما نشاهد هذه هي ضرانات البنغر